كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد شهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبقات السياحة الصحية المصرية الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين وحضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين وصفراء الدول وممثل المنظمات الدولية وقطع عريض من رؤساء الهيات والجهات ورؤساء الجامعات إضافة إلى ممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء حول العالم